بص يا كريم هافضل اقول جملة وبعدها في كل حلقة على امام عشور امام عشور احسن لعيف في مصر باي فار احسن لعيف في مصر باي فار ولسه ما جابش 7 من 10 من مستوى 7 من 10 فيما يخص حدته البدنية بتكلمش على الفني حدته البدنية لكن امام عشور وانشغل لقطات امام وانحنا بنتكلم امام عشور عايزه بلي ميكر هتلاقي عايز الراجل بيلعب وانجي رايت هتلاقي وانجي ليفت هتلاقي بص الراجل هنا بمنتهى البساطة من اول دقيقة مجمع ناحية اليمين وابترى يشتغل بص هنا الراجل بترى يعمل الحاجات اللي دايما كان كلها العدو مشكلة معافية اضغط بدري وبترى يشتغل بدني قدر الامكان دي طبعا لقطة تسجيل راكلة الجزاء بحاول اجري شوية علشان الوقت وهقف عند لقطة لمدة ثواني ووقف الكدر اول ما تيجي بس ووقف هنا كلام كتير جدا 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 اتناس تريد تقلق جمهور نادي الاهلي بترى يقلق على العلاقة ما بين افشا بعد بعض التصرحات التلفزيونية وبين امام انا هنا مش اقف عند افشا خالص مش اقف عند افشا خالص انا اقف عند امام عشور ده في الاخر يا كريم انا دايما بتكلم على لعيب كويس طب اللعيب ده هيكمل ولا لأ بتيجي من حاجة واحدة العقلية انت قادر تكنترول نفسك وقادر تشتغل وقادر تلم زمالك جوا الفرق وانت لعيب اصغرهم واصغرهم سنة طبعا من كهرباء وافشا وان اللقطة دي بالنسبالي ولا هي ارسالة للناس ولا اي شيء انا بالنسبالي هي ارسالة هو ليه شخصيا انا معنديش مشكلة مع حد انا بلعب طول الوقت بقى تصريحات طلعت موفقة او غير موفقة انا معنديش ازمة خالص انا عنصر في المنظومة دي دي كانت لقطة مهمة جدا ان انا بقى انا خاصة انا نجمل فرقة دلوقتي وانا جامد والجمالين بتحبني اوي واللعب اللي جامد زمالك وكل حاجة فانا مش محتاجة اثر لوح لقفشا وانا بحتاجة اخد لقطة وانا بحتاجة خلاص بس هو اتعامل بزكاء جدا اتعامل بزكاء وتعامل بقى انه انا بوصل لمرحلة ندوغ ومرحلة الندوغ في الكورة ان انت وصلها وانت عندك 24-25 سنة دي هتطول عمرك في الملاعب عشر سنين نخليها عليك انا بكمل بقى اللقطات الفنية وهقف بس لمدة ثواني عند لقطة الجون وبعدين وانا بتكلم عمال ما تتجا لقطة الجون بس اكر احنا جبنا اول لقطة دي اول لقطة في المباراة وهو الريك امام واقف فين علشان نعرف ان هي متحفزة وما تواجدش هنا بالسلطة بص امام واقف فين واقف في المنطقة دي ومن اللي مجمع معنا حيتي لي مين اللي مجمع معاه عمر كمال عب واحد خلاص كمل دي كمل دي والراجل دخل انسايد هاتلي اللقطة اللي بعديها على طول لقطة الهدف هتيجي بعديها على طول انه المكان برضو اللي متواجد فيه هنا رضا سلين بيكمل انسايد عشان يشتغل كمهاجم تاني وبص برضو هنا امام موجود فين وقف وقف هنا بس وقف سوين التحضير هو طالب منه في الوقت اللي احنا جبناها من شوية لعمر كمال عبد الواحد لعبت بالعرض كان وقف في نفس المكان لثالث مرة في عشرين دقيقة حلقة اللي فاتت يا كريم لما كنا نتكلم على منتخب مصر تلت مرات مع محمد صلاح اللي كان بيدخل انسايد في المكان اللي فيه عمر كمال ده كان بيتواجد امام عشور في نفس المنطقة دي بالزبط بيتواجد هنا كلمه واحدة تصويب حكت في العرضة في مباراة غينية بنفس الطريقة بنفس الشكل بنفس المنظوم كان بيشماله فانا عشان اتكلم على العيب بيطاوب بهذه الدقة وليست المرة الاولى ولا التانية ولا الاخيرة ان شاء الله بيمينه زي يشماله الراجل عنده دقة والتكنيك بصه وقف هنا وقف هنا سوالي بس ارجع بس هو بيشوت عشان عايف الوقت بيجري منه بصها كريم التكنيك والدنيا زحمة والدنيا مقفلة الرؤية محضر القرار واخد الكورة بوش رجل الخارجي عشان تروح بالشكل ده امام عشور هفضل كل حلقة اتكلم عليه شوف اتكلمنا عليك هم مرة هالمجاملة اللي مليون في المية هو واحد من اهم اللاعب اللي موجودين في مصر في السنوات الاخيرة